مرحبا بكم مشاهدين الكرام إضراب وطني جديد في قطاع التعليم بالمغرب مع رفع مدته إليكم التفاصيل تتواصل الإضرابات في قطاع التعليم بالمغرب للأسبوع السادس على التوالي حيث أعلنت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن خوض إضراب وطني جديد لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الاثنين 27 نومبر 2023 تزامنا مع اللقاء المنتظر عقده غدا الاثنين بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش والنقابات التعليمية الأربعة وبحسب إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم والذي يتكون من اثنان وعشرين هيئة تعليمية فقد تقرر الإضراب عن العمل أيام الاثنين الثلاثة الأربعة والخميس بتاريخ 27، 28، 29 و30 نومبر 2023 بعدما كان هذا الأخير يعطل مدارس المغرب لثلاثة أيام في الأسابيع الخمسة الماضية ويأتي هذا الإضراب الجديد احتجاجاً على النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم الذي رفضته النقابات التعليمية معتبرة أنه يميز بين فئات الموظفين التعليمية ويحرمهم من حقوقهم المشروعة ويذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش كان قد دعا النقابات لعقد جلسة للحوار القطاع غداً الاثنين من أجل إيجاد حل لأزمة الأساسد المضربين وعودة التلاميذ إلى فصولهم مبرزاً أن قناعة الحكومة الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة أشكركم على حسن المتابعة وإلى فيديو قادم بحول نعتبر داخل الحكومة أن تعليم ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب الدنيا كما يطمح له جلالة الملك نصار الله ومن هذا المنطلق نتشبتك فريق حكومي بالتزامتنا المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه ولتحقيق ذلك قناعتنا الرسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطوحة وتشجيدا لذلك نحن ندعو نقابات يوم الاثنين لعقدي جلسة للحوار القطاعي وفي الأخير أؤكد مجددا على أننا على استعداد لتوضيط قناوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيرة بضمان جودة المطوحة ترجمة نانسي قنقر